اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من الملوك الصلاة زي ما عودناكم على قناة النادي الاهلي كل يوم جمعة من سبعة تسعة بنطلع مع حضراتكم عشان نحط الدوع على أهم الأحداث اللي حصلت خلال أسبوع كامل داخل النادي الاهلي في كل الألعاب الحقيقة بنحاول بقدر المستطاع خلال ساعتين نحطكم في أحداث مهمة وأحداث يعني يمكن ما خديتش الدوق الكافي داخل جدران النادي الاهلي وهو ده دورنا هنا في ملوك الصلاة الحقيقة قبل ما روح لحلقتنا ونتكلم عن فقراتنا النهاردة أحب أقدم خالص التعازل كابتن طريق خيري المدير الفني الفريق الأول لكرة السلف في وفاة المغفور لها والدته أول أمس الحقيقة طبعا كل التعازل أسرة كابتن طريق خيري وربنا يرحم الفقيدة إن شاء الله ويدخلها فسيحه جناته الحقيقة كابتن طريق خيري هو نجم النادي الأهلي طبعا السابق كلاعب وهو المدير الفني لنادي الأهلي الحالي الفريق الأول الحقيقة إن شاء الله وعزى طبعا المغفور لها غدا إن شاء الله في مسجد عمر مكرم يوم السبت كل التعازي وخالص يعني التعازي لأسرة اللي كانت قد تنترى خيري وأسرته خلينا روح مع حضراتكم النهاردة حقيقة عندنا ثلاث فكرات المقدمة أو الإنترو اللي أنا مع حضراتكم فيه هيكون فيه مجموعة من الأخبار والتقارير المصورة عشان نحط حضراتكم معنا في أهم الأحداث اللي حصلت جوة النادي الأهلي الفقرة الثانية هيكون معايا لعبة مهمة لعبة احنا متفوقين فيها جدا عالميا حتى مش محليا بس عالميا الحقيقة احنا برازيلي العالم فيها زمال كورة البرازيل أكتر دولة بتخرج ناشئين وقاعدة عريضة احنا كذلك في هذه اللعبة ألا وهي السكواش هيكون معنا طبعا المدير الفن كابتن ناصر زهران وهيكون معنا مصطفى عسر لعب النادي الأهلي تحت 17 سنة وللسه راجع من إنجلترا وحصل على المركز الأول في بطولة إنجلترا المفتوحة تحت 17 سنة طب ليه إنجلترا المفتوحة يعني عامل الله الهيصة دي والألبان دا كله لأن بطولة إنجلترا المفتوحة تعد هي بطولة العالم تقريبا لأنه هم مش أي لعب يقدر يشترك فيها اللاعبين اللي بيشتركوا فيها بيبقوا لازم يكونوا رانكت في بلادهم أربع أول أربع أو خمس لعبين في بلادهم هم اللي بيشاركوا فقط في بطولة إنجلترا المفتوحة فبطولة إنجلترا بطولة صعبة الحقيقة مصطفى عمل إنجاز كبير إنه راح خاد البطولة بدون ما يخسر جيم واحد إنتوا عارفين إن السكواش بياخدوا بيستو فايف أو أحسن خمس أشوات مصطفى فاز بالبطولة كلها بدون ما يخسر جيم واحد يعني 3-0-3-0-3-0 حتى الفاينال كسبوا بهذه النتيجة ألف مروق لمصطفى يكون معنا كابتن ناصر زهراني مدير الفن الحياة أيضا من المدربين اللي عملوا طفرة كبيرة جواه النادي الأهلي في السكواش نجح في التعاقد مع لعبين كبار أبطال العالم زيكريم عبدالجواد بطل العالم مدر النادي الأهلي أول الموسم كابتن ناصر الحياة هنكون معاه عشان نعرف أخبار السكواش والدنيا ماشي إزاي فقرتنا التانية هيكونوا معنا كبار عن كابتننا وكابتن نادي الأهلي كابتن يحيى يوسف والكابتن محمد عبدالله نجوم النادي الأهلي السابقين وضيوفنا دايما اللي موجودين معنا في النوق الصلاة عشان نتكلم عن بطولة بطولة أمم الأفريقية لكرة اليد اللي بتقام في الجابون والمنتخب مصر فاز في مباريتين حتى الآن فاز على المغرب وفاز على نيجيريا هنحط الدوق على البطولة هنتكلم عن فرصنا أو حزوزنا في التأهل لكأس العالم وحزوزنا للفوز على البطولة نفسها كمان هنتكلم عن اللعيبة والتشكيل يعني هنحط الدوق بشكل كبير وانحلل البطولة اللي بتقام دلوقتي في الجابون خلينا ابتدي مع حضراتكم الأخبار اللي في البداية معنا يمكن أول خبر الأهلي يوقع عقد استضافة بطولتي أفريقيا للطائرة زي ما حضراتكم عارفين أننا منذ حوالي شهرين أو ثلاثة تقدم النادي الأهلي بطلب لاستضافة بطولة الطائرة رجال وسيدات لأفريقيا ونجح النادي الأهلي بتنظيمها ده زي ما احنا شايفين لقطات من المؤتمر الصحفي اللي اتعمل طبعا وكان بيحضروا الكابتن عامري فاروق والأستاذ محمد الجرحي وكابت الرؤوف عبدالقادر والكابتن خالد ناصف سليم والدكتور علواني كان طبعا ده كان مراسم توقيع وكان قابلها بيومين برضو اللجنة كانت بتعاين الملاعب وبتعاين الأوتلات وبتعاين كل شيء وده طبعا برتوكول أو عقد النادي الأهلي قادر على تنظيمها والحقيقة صرح الأستاذ محمد الجرحي وضو مجلس دارة والرئيس اللجنة العليا المنظمة قال لك هننظم بطولة على أعلى مستوى النادي الأهلي الحقيقة لما بيخش في حاجة زي كده بيبهر مش بس يعني ضيوفه لا بيبهر العالم كله وزا ما شفنا حتى في بطولة أفريقيا الكورت السلة خلينا أقول الخبر وقع النادي الأهلي عقدس ضفت بطولتي أفريقيا لكرة طائرة رجال وسيدات في مؤتمر صحفي موسع أقيم بمقر النادي بالجزيرة حضر المؤتمر الكابتن عمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الجرحي وضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وطبعا حضر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وعمر علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي وخالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومونير بن سليمان نائب رئيس الاتحاد الأفريقي وكان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور عمري علواني قد أسند مهمة تنظيم البطولتين للأهلي حيث تقام بطولة السيدات خلال فترة من 5 إلى 15 مارس المقبل في حين تقام بطولة الرجال في الفترة من 25 مارس إلى 6 أبريل المجبر يذكر أن وفد من الاتحاد الأفريقي قام بزيارة مقر النادي بالجزيرة في الأيام الماضية وتفقد المنشآت الرياضية وصلت الأمير عبدالله الفيصل وملاعب التدريب وفنادق الإقامة وسائل الانتقال الحقيقة النادي الأهلي ملاقاش مشكلة خالص لأن الحقيقة الصالة كالجهزة من مجميعهم يمكن من أهل من سنة تقريبا كالنادي الأهلي بصديق بطوط أفريقيا للسلة فكل المنشآت تمام كل الدنيا مظبوطة القتلات قريبة مواقع الإقامة هيلة ما فيش أي مشكلة الحقيقة حتى شفنا تصريحات طبعاها في نشر الرضاية للنادي الأهلي شفنا قد إيه يوم المؤتمر شفنا قد إيه طبعا ترحيب حتى المنظمين البطولة أنها تستقام في مصر وكمان اللي نظمها النادي الأهلي حقيقة خبر زي ده يعني أحنا حتى قناة النادي الأهلي بنستعد يعني من دلوقتي أن نغطي البطولة بالشكل اللي يليق باسم النادي الأهلي وإن شاء الله هيكون فيها يعني أكيد أمور جديدة وهيكون فيها كمان يعني تغطية إن شاء الله ستكون حصرية لقناة النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله نكون على حسن ظن جمهور النادي الأهلي خلينا روح للخبر الثاني سريعا نشآت يدي الأهلي أبطال البطولة التنشطية نجحت فرق نشآت اليد بالنادي الأهلي موليد 2006 و2007 و2008 في الفوز بدرع الراحلة حبيبة حسن الله يرحمها طبعا في البطولة التنشطية التي نظمتها منطقة الجيزة لقناة اليد بملاعب حدائق الأهرام وعلى مدار ثلاثة أيام والحقيقة كان لنا برضو سبق أن احنا في قناة النادي الأهلي صادفنا طبعا كابتل إبراهيم مدير نشاط الرياضي في حدائق الأهرام وعرفنا منه طبعا لسهدادات البطولة دي خاصة البطولة دي بتقام على اسم المرحومة لعبة النادي الأهلي حبيبة حسن النشأة التي وفتها المنية منذ أقرب من شهر ونص رحمها الله كانت على اسم الفقيدة وطبعا تم زي مراسم تأبين للأسرة في حدائق الأهرام وقدمت فرق النادي الأهلي أداء مميز في جميع مبارياتها وتوجه عن جدارة واستحقاق بالبطولة يذكر أن منطقة الجيزة أطلقت اسم الرحيلة حبيبة حسن لعبة الأهلي ومنتخب مصر موليد ألفين على البطولة بعد أن وفاتها المنية إثر حدث أليم رحمة الله عليها وطبعا إن شاء الله يكون اسمها مخلط في ذكرة كل من داخل نادي الأهلي وخارج نادي الأهلي أروح للخبر الثالث سريعا ناشئات طائرة الأهلي تنتظم في التدريبات انتظمت فرق ناشئات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تدريبات بعد فتر التوقف بسبب امتحانات نصف العام الدراسي بداية من فرق 8 سنوات وحتى 18 سنة وأكد محمد شعراوي رئيس قطاع الناشئات بنادي الأهلي أن فريق 8 سنوات يستعد بقوة للمشاركة في مهرجان الميني فولي أيام 25-26-27 يناير الجاري إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد مكان إقامة المهرجان خلينا نقول أن الطائرة لعبة صعبة بتحتاج البدايات الزغيرة لأن احنا شفنا حتى قطاع الناشئات بيبقى ممكن لعبة عندها 14 سنة بتلعب في فريق الأول الحقيقة الطائرة من اللعبات الصعبة اللي بتحتاج يعني في الأول يعني بداية منذ الصغر يعني فعشان كده كابتل محمد شعراوي توقف فقط ربسيطة ورجع تاني التدريبات خلينا نقول بعض فيه تقرير مهم إحنا عملنا طبعا السلة فازت منذ أيام قليلة ببطولة المرتبط كان المنافس نادي الجزيرة فوزنا في الزهاب والعودة المرتبط وفوزنا في الفريق الأول خسرنا في الزهاب وفوزنا في العودة في المجمل النادي الأهلي تووجة بطلا للدوري المرتبط احنا عاملين تقرير عن رجال سلة الأهلي عشان نعرف أخر السعداتات خاصة الدوري توقف فترة وبعد كده فيه منافسات كأس مصر وبعد كده الدوري سيعود خلينا نشوف تقرير عن رجال سلة الأهلي وارجع لحضرات كتير شكرا